السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم شهيوات منزلية اليوم ان شاء الله سنقدم لكم بريوات باللوز بطريقة سهلة وبسيطة كي يجيو معلكين شرب العسل مقرمشين طريقة جد رائعة نتمنى انكم تجربوها وانا اكيدة ستعجبكم نشكر المتتبعات القدام شكرا لكم والمتتبعات جداد مرحبا بكم والف مرحبا في أسرة شهيوات منزلية نتمنى دائما نكون عند حسن تنظيركم ويعجبكم محتوى القناة منطول عليكم دزل مقادر طريقة تحضير اول حاجة عندي هنا يا اللوز اللي اخذته وفسخته وصرحتها كفقه حتريبيته خليته تقريبا ساعتين حتى انشف وقسمته الجوز دي الحساس متساوية اخذت الحسان الاولى او الكيمية الاولى وضعتها في احد مقلات لي فيها الزيس بارد وغادي نوضعها فوق البطا غادي نقلي هد الكميه هدي دي اللوز كيما كتعرفو دائما اللوز كان نقلي واه زيت ليهو كيكون بارد باش هكا كي تقرمش لنا وكيجي اه مقرمش اكثر أه كنقلي اللوز ديالي هو غادي ندوز هنا ياه الكيميه الثانيه اللي غادي نضير بها العقدة ديال نضيف 1 جوج مع القولة 3 سكر ساندة نضيف 1 جوج مع القولة 3 سكر ساندة نضيف 1 جوج مع القولة 3 سكر ساندة نحصل على عقدة لكي تكون ملتحونة بالنسبة لكمية السكر نضيف 100 جرام السكر فنجزل 150 جرام ثم نضيف السكر لكي تحفظت بلتجانة نضيف بشكل رائع لا نضيف اضافه فقط نطحنه حتى كوالي بودر ونستعمله دابه كما شفتو هنا اخديت ايناء كبير ونجمع فيه الكميات بجوج دي اللوز العقداء دي اللوز واللوز اللي محمر ام طحون ونحاول نخدمه مزيان بهالطريقة هذي حتى نساجمه وكيتخلطه مزيان بهالشكل هذا ونضيف باقي المكونات عندي هنا تقريبا خمسة الحباس ديال المسكة حره اللي تحنتهم مع شوية ديال سانيده بهالشكل هذا وعندي معلقة صغيرة ديال القرفة قبيصة ديال الملح دائما باش كتعدل لنا الضوق وعندي تقريبا مئة قرام ديال الزبدة نوعية جيدة من دوبة او السد معالق كبار عامرين كسافي كنضيف الزبدة بهالشكل هذا وكنخدم هاد اللوز مزيان مع هاد الزبدة وغادي نضيف عليهم المكونات اللي دائما انا كنضيفه في بريوات وهو نيسلي انا ما كنضيفش نهائيا ما ظهر ولا شي حاجة اخرى باش كنجمع هاد الخالد ديالي بقد كنضيف هاد نيسلي صراحة كيعطي واحد تعليك زوينة للبريوات كيجيو زوينين وكيجيو معلكين وكيجي فيهم حتى واحد البناء زوينة نتمنى انكم تجربوه بهالطريقة او تجربو بريوات بهالطريقة هذي كيما كتشوفوه صافي كنضيف نيسلي وكنبدا نجربوها نجمع هاد الخاليط بهالشكل هاد حتى كنحصل على واحد واحد العقدة اللي كتكون هاكا معلكة ومجموعة مزيان وكتشكلها كبيرات بكل سهولة من سراحة انا كتعجبني هاد الطريقه هادي في بريوات طريقه العادية اللي كنديرها غير بالعقدة كيجييب بحالي غير كانا كل شي حلوAB jag لا يوجد الفرق بين الحلوات اللوز و برايوات بها الطريقة هذي كيشوا برايوات زوينين وكيشوا مختلفين على الحلوات اللوز العادية كما كتشوفو هنا بديتك نشكل كويرات بنفس الحجم تقريبا سنكمل هاد الكيميا كاملة سنشكلها بحلاكة بالنسبة للكويرات يكون وزن ديالهم بين 8 غرام احسر 14 غرام اقصى حد ما كبروه مش بزيف باش ميجيوناش هاد برايوات ديالنا كبار بزيف عندي هنيا شوية زدم دوبة الخاليط ديال الدقيق والماء ومطبع تلحال الورقة ديال البستايلاء او الورقة ديالنا خديت الورقة وغادي نقطع لها هاد الجوانب وغادي نبدأ نعبر فيها هنيا غير بالمستارة كما كتشوفو هاد المستارة تقريبا العرض ديالها 4 ديال سنتين دائما ديرو شي حاجا كا عبرو بيها باش يجيكم هاد الشرائط كلهم قياس واحد وبالنسبة الورقة وجدوا العقدة ديالكم وقدوها وجدوها وعاد خودوا الورقة باش هكا ما تنشفش لكم وتجيكم سهلة في الخدمة الانش فترة كتعد في الخدمة كما كتشوفو بعدما انقطعت شرائط ديالي كاملين كنديروهم هكا متساوين بهات الشكل هادا باش كيجوني الحبات ديالي كلهم قد قد كناخد هاد الشرائط وكنضربهم مرز ديالهم بهات الشكل هادا كما شرحت لكم في الفيديو اللي فت ديال طريقة اه سافي كناخد هاد الشرائط وكنووضعهم هكا فوق سطح العمل بهات الشكل هادا هالطريقة هادا كتسهل عليكم العملية ديال طيب ريوا كتجي عملية اللي هي سهلة وبسيطة بعدما كنوضعهم فوق سطح العمل كندهنهم مزيان بالزبدة ضروري دهنوا الورقة ديالكم بالزبدة باش جيكم سهلة ومتبقاش تعدبكم هكا فشكونو كالطويو اه هنايا مشالي المقطع اللي حطيت فيه ذاك الكويرات ديال العقداء وطويت عليهم ذاك ذاك المثلث هانتو ما غتشوفو فالمقطع اللي جاي كما كتشوفو كنبقا غدا بالبريوة ديالي بحال هكا كنطويها عالييمين وعالي يسار وانا دائما كنزيري ديهاكا باش كتجيني البريوة ديالي مقادة بهات الشكل هادا كما كتشوفو وصافي بعد ما كنسلي كندير ليها الخاليات ديال الدقيق وكنسدها بهات الشكل هادا هاتي الطريقة الاولى إلا كنتو غد قلوها في نفس النهار بهات الشكل هادا وهنايا كما كتشوفو بعد ما وضعت بعض ما وضعت العقداء كنطوع ليها هاد المثلث هادا وكنحاول انقاد ذاك العقداء ديالي فوص ذاك المثلث بهات طريقة كتجيني طوية ديالي هاد بريوة ديالنا سهلة وكيعمرو لنا الجناب ما كيجيوش خاوين يتهرسو لنا هكا في القلي ولا في تعسل كما كنتشوفو كنقدها مزيان وكنبدا نطوي بهات الشكل هادا درت لكم فيديو ديال الطريقة الطيبة بريوة يمكن لكم دخلو تشوفوه بالعرض الباطئ ان شاء الله غدي تستافدو صافي كنستمر بحال هكا كنطويها بهات الشكل هادا كنبقى هذا اليمين واليسار وانا كنزير يدي بهات الشكل بعد ما كنكمل كندهن هاد هاد الرويس اللي بقى وصافي اما كنديره بحال هكا او كنستدو غير بحال هكا بالعجينة بها الطريقة هدي ضرورة تخلي اخوها تنشف كما كتعرفو دائما بريوات هادو دياللوز كنخليهم ينشفوه مزيان اما تديروهم حداشي سرجم هكا في شي بلاتو حداشي سرجم تقريبا وحد ثلاثة ولا اربعة تسويع ياما تغطيوهم بشي سربيتاء وتخليوهم تقريبا ليلة كاملة اماشي تقريبا ليلة كاملة ولغدليها عاد تقليوهم انا هنا خليتهم حتى اللغدليها عاد قليتهم كما كنتشوفو كنديروهم في حمام زيت لي هو ساخن نار متوسطة حتى كيتحمرو كيتدهب لون ديالهم ومباشرة كنهزهم وكنوضعهم في العسل العسل انا هنا كما كنتشوفو العسل اللي هو جاري ما كنخدمش بالعسل القاسح في البريوات والبشنيخة هاد وجوج ديال المعسلات اللي ما كنخدمش بهم فيهم بالعسل اللي كيكون قاسح بالنسبة البريوات يلا درنا عسل قاسح ما غريش يتشربو لنا وما غيجوونا شمعلكين من الداخل ويلا درنا في البشنيخة راكم عارفين العسل القاسح را كيهرس البشنيخة مهم هذي الطريقة اللي كندير انا يا كين اللي كيسخن العسل وعاد كيوضع فيها بريوات هذي الطريقة كتجيني انا مماشي عملية راهدك الورقة كترتاب وما كتبقاش محافظة على القرمشة ديالها كنخليوهم في العسل الليلة كاملة بعد عاد كنسقطرهم في شيكس كاس وكننقدمهم بصحاء وراحة نتمنى نكون فتكم ولو بالقليل في هذا الفيديو هذا